اخطل لي الحديد فمكثت ساعة ثم قلت يا أمير المؤمنين فانجاثني وقالس خير قد يكون لزياء لزياء خباري أبويل ديري بلزا امتوالو كبن العباس محمد المعتصم بالهارون الرشيد بمام أحمد رحيمه الله تعالى البوليتو امام أحمد بل يا المعتصم فقفت بالمجمزان ومريف بين ياتي وبين يا ابن أبي دعا بين الشيخ والمعتصم لكنه قال لازمشو فلازم اسمهم القرآن مخلوق امام أحمد رحيمه الله تعالى فعذبوه بالسياق وكموذبوه وكمتجفبوك على سمم أحمد يمني رحيمه الله تعالى فأوخدت وصحبت وخلعت وجئ بالعقابين والسياق وألا أنظر السمممي نكشوليوه نكبروتوه نكفوليوانبوه وكليتو واتسادي وكيوة قمودية نأوتوانا في بوك وألا أنظر لممي نتزام فجردوني وكريتوانبوه وصبت بين العقابين لكوا بين وليوليك وذب لككتكتياوه فقلت يا أمير المؤمنين الله الله إن الرسول صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل ذا ممرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث كما بيها المعتصد يا أمير المؤمنين موقوب الله تحذار الله كسبب أن تومي صلى الله عليه وسلم سي حلال دام يمت المسلم يسفقوا على جهودية لا إله إلا الله يسفقوا كما دي أمير المؤمنين كيش أسمى لكم سومي لحديث فبما تستحل ذا ولم آتي شيئا من هذا يا أمير المؤمنين تسفيتوا ليحلليش دام يام نميم سيا لفاني للوتك تكهيم يا أمير المؤمنين اذكروا وقوفك بين يدي الله كوقوفي بين يديك كمبوك كسببوا مبليه الله تبارك وتعالى كما هذي ميمي لبسمنا مبليا فأخذوا بيضربونه حتى أغمي عليه وكازة تنفيق مبقى أكازمية لما أحمد رحيم الله تعالى كازمية فهاو قال وذهب عقله مرارا أكلياكي تأيب أنك مرانيك إلا كبقوا على زمية أكزنوك ونازا كمبية تينا فإذا ساكل الغرب يعود عليه عقل أكتوليها كلياكو بيجا وكياتا كمبية أكلياكي لا أوليك مطويت أكزنوك ونمتنكتين ثم أمر الخليفة بإطلاقه إلى أهله كش خليفة أكام ريشة آتيوه إلى أهل ذات وكان جملة أما أضرب نيفا وثلاثين سوفا وقيلة ثمانين نسمي كان كما لبقوا زايد يفبوك ثلاثين نجيو نسمى زايد يفبوك ثمانين لكن كان ضربا مبرحا شديدا لكي نكيبو حسنوكي سوفبوك ثمانين يفبوك ثمانين يفبوك ثمانين هذا ما أحمد يقولون أنتم من باما بنيرانجيا أسمر ينومي لبوس رحمه الله تعالى لكل من يغتواضع هذا ما يرزل الإمام بالكثير قد كالبدا فسألو فكاليني إذا قوم هنالك سوفب هذا محمد المعتصم أكاد كتوال مناوي هارون الوه ابن محمد المعتصم كيش بها داياك كتوال المتوكل ابن المعتصم يعني لقياك هارون وكاتو المتوكل نالقون صاحب السنة رحمه الله تعالى لرفع هذه المحلة أقوله شيء بلا لانتهانه وأهل السنة قال ابن كثير رحمه الله تعالى فلما ولي المتوكل على الله الخناف ألقوا تولي المتوكل على الله دلقى بياك المتوكل على الله ألقوا تولي وخليفة استبشر الناس بإلايته ولفراه واكف تولواك لأن كان محبا للسنة وأهلها فسبابه والقوة لمجي قفل سنة وتواك ورفع المحلة عن الإمام أحمد وكتب إلى الآفاق لا يتكلم أحد من في القول بخلق القرآن أحد أحد من في القول وكتب إلى كوسيا مسألة خلق القرآن وتوت وكي نكتب لك لوقات والمتوكل أبو الفضل جعفر المتوكل على الله ابن المعتصم ابن هارون وكتب الواتحة كنشطر 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 اشتركوا في القناة 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 وهو صفة من صفات اشتركوا في القناة 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 بس اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة